موسيقى نساكم الله بالخير حياكم الله مشاهدين في حلقة يديدا برنامج الرائي متعبة كتابة المعاناة وشرح إحساس الألم والتفاصيل الصغيرة ومؤلمة ذكريات الماضي السعيد قبل الإصابة بالمرض عبارة من كتاب يوميات طفلة ستقهر السرطان بإذن الله وهي للكاتبة الشابة البحرينية جويرية الشوملي اللي حاربت السرطان بكل شجاعة وقوة وصطرت أروع مثال وصارت قدوة لمرضى السرطان وإحنا سبق واستضافناها معنا في البرنامج بعدما نانت وسام الكفاءة من جلالة الملك المفدى الله حفظه مرضى السرطان يستهلم بالفعل كل أشكال الدعم على الصعيد المعنوي والصحي وكافة الصعيد طرعا بسام بينطلق الأسبوع الخليجي لمرضى السرطان وإحنا في برنامج الرائي بنكون معاهم في هذه الحملة ونقدم لهم كافة الدعم وهذه واجبنا اجتماعيا وإنسانيا قبل ليكون واجب إعلامي الله يشفي جميع مرضى السرطان يرزقهم قوة التحمل والصبر ويأجرهم إن شاء الله بالفعل سارة الموضوع مؤلم بالنسبة حق المريض وبالنسبة حق أهل المريض وخصوصا الأرقام قاعدة تصير تصاعدية للإصابة بمرض السرطان سواء حول العالم أو في البحرين ووصل على المصابين بمختلف أنواع السرطان إلى ما يتجاوز الثمانية آلاف حالة كان أكثرها الإصابة بسرطان الثدي عند الإناط أما بالنسبة حق الرجال كان أكثر الأنواع انتشارا وشيوعا وهو سرطان الرئى وبمناسبة الأسبوع الخليجي للتوعية بسرطان رح تنطلق فعالية توعوية تحت شعار 40% حماية 40% شفاء اللي تنظمها جمعية البحرين لمكافحة السرطان وبالتعاون مع وزارة الأشغال والتخطيط العمراني واللي رح تنطلق مع مجموعة من الفعاليات التوعوية في قرية أرجان بكرة الخميس وراح يخصص ريع هذه الفعالية لصالح مرض السرطان إن شاء الله وتعتبر هذه المشاركات نوع من الشراكة المجتمعية والتعاضد المجتمعي وإحنا من خلال برنامج الراي نوجه دعوة لكل مواطن ومقيم على هذه الأرض أن يروحون هذه الفعالية يحضرونها وبعد نوجه الدعوة لأشقائنا الخليجيين اللي شاركونا الويكن أن يحضرون هذه الفعاليات اللي رح تدعم مرض السرطان إن شاء الله الله يشافيهم ويعافيهم ويبعد عننا وعنكم كل سوء خلنا نشوف معكم هذا التقرير ونرجع قلوبنا معاكم وإحنا معاكم شكراً للدعم الخليجي اللي مرضى السرطان والأسبوع الخليجي اللي رح يتقدم من خلال الأسبوع القادم إن شاء الله اللهم نتمنى الشفاء العاجل لكل مرضى المسلمين دين الإسلامي علمنا إننا إحنا نرضى بقضاء وقدر مرضى السرطان ناس منه وفينا لازم ندعمهم ونوقفوا إياهم ندعوكم للمشاركة معانا في فعالية دعم مرضى السرطان الخليجي الاحتفالية إن شاء الله بتكون تاريخ اثنينة في أرجان فيلج أنا قدرت وإنت تقدرين من فضل ربي علي حاربت السرطان تعالوا سموا قصتي شاركوني رحلتي في أرجان تاريخ اثنين وثلاثة فبراير خلق قوي لا تكون ضعي تقدر تواجه المرض بأمل من التفاوض قبلهما التوكل على الله سبحانه وتعالى فهو المشافي وهو المعانم مرض السرطان لا يعني نهاية الحياة بل حياة جديدة مليئة بالأسرار والتحديد لا يأسى مع الحياة فلا حياة مع اليأس إيجابية نفسية جيدة نصف العلاج لابتسامتي أحارب مرضي مرض السرطان لا يعني المرض أربعين بالمئة من أمراض السرطان ممكن الوقاية منها وأربعين بالمئة ممكن الشفاء منها إن الله إذا حد عبدت نحن في برنامج الراي نجدد دعمنا لمرض السرطان ونتمنى من جميع أنهم يشاركونهم ومشاعرهم في الحملة اللي راح تنطلق باتشر إن شاء الله واليوم آخر يوم في أسبوع الراي ومواضيعنا مهمة بهمية آخر أيام الأسبوع نشوفها الحين معاكم عنوين مواضيعنا اليوم ونرجع ترجمة نانسي قنقر نتكلم وايد بكل فخر عن وضع المرأة وتمكين المرأة والمناصب والمواقع التي تقلدتها المرأة في البحرين وأيضا بكل فخر نتكلم عن ما تحقق المرأة في كافة المجالات لكن مع الأسف لليوم ما في قانون متكامل وتفصيلي يتعلق بالأحوال الشخصية ويجمع كل الأحكام متعلقة بالميراث الوصية والنفقة والحضانة وغيرها منها القضايا التفصيلية والدقيقة بالرغم من صدور الشق السني من قانون أحكام الأسرة في سنة 2009 لازالت في آلاف القضايا المرتبطة بالشؤون المرأة من طلاق وحضانة وغيرها لاحي ما انحلت بشكل كامل لأن كل الجهود والتحركات ما قدرت أنها تصدر قانون الأسرة بشكل كامل كقانون موحد للمذهبين لأن الشق الثاني من القانون المتعلق بالشق الجعفري لم يصدر بعد بالرغم من التصريحات والأخبار التي تقول أن المسودة النهائية لأعداد التقارير جاهزة وتم صياقتها لكن ليش ما تم إصدارها لحد الحين ومتى رح يصدر وتشمح حالة متضررة اليوم بسبب غياب الشق الثاني من قانون أحكام الأسرة الآن نشوف معكم إحصائيات الطلاق والزواج في البحرين مع سارة ونرجع لكم شكرا بسام بعض الإحصائيات الصادرة من وزارة العدل خلال العشر سنوات الأخيرة البحرين شهدت أكثر من 15 ألف حالة طلاق من أصل 60 ألف و978 حالة زواج لذات الفترة في 2015 شهد انخفاض في عقود الطلاق بلغت 1745 حالة وهذه طبعا بحسب إحصائيات الطلاق والنفقة والحضانة الصادرة من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بلغت أيضا حالات الزواج في عام 2012 6465 حالة وعدد حالات الطلاق 1692 حالة بنسبة 15% وفي عام 2013 كان عدد حالات الزواج 6156 حالة وحالات الطلاق 715 حالة بنسبة 11% وفي عام 2014 بنغت حالات الزواج مثل ما نشوف 6344 حالة بينما كانت حالات الطلاق 500 حالة بنسبة 7% الإحصائية التالية أظهرت أن المحاكم الشرعية كانت تصدر عقود طلاق للبحرينيين تتراوح بين 110 إلى 161 عقد شهري يعني بمعدل 5 حالات طلاق في اليوم أما عقود الزواج تراوحت بين 622 إلى 201 عقد شهريا بما يعادل من 6 إلى 20 حالة زواج يوميا أما عدد قضايا الخلع للبحرينيين 251 حالة في 2015 تم خلع 30 بحريني من زوجاتهم غير البحرينيات وتم خلع 31 حالة غير بحريني من زوجاتهم البحرينيات ووصل عدد قضايا الخلع للأجانب إلى 15 حالة وأغلبها تقع في السنة الأولى من الزواج الإحصائية اللي يعقبها يعني طبعا بالرغم من هذه الأرقام كلها لا يزال اليوم الشق الجعفري من القانون عالق ما تم إصدارها رغم كل الأرقام والإحصائيات اللي تأكد وجود 12 ألف قضية معطلة بين نفقة وحضانة وطلاق وخلع من 2009 إلى 2015 ما تم البد فيها ولا تم إصدار أي حكم قضائي عليها حديثنا اليوم بيكون حول المحاكم الجعفرية مع ضيوفنا في الستوديو مع أخوي بسام تفضل بسام يعطيش العافية سارة بالفعل مشاهدينا بالفعل مشاهدينا راح نناقش اليوم الشق الثاني من القانون أحكام الأسرة ولكن بعدها الفاصل رجعنا من عقب الفاصل نذكركم موضوعنا لهذه الفقرة وهو يتعلق بالشق الثاني من قانون أحكام الأسرة والمشاكل والقضايا العالقة في المحاكم لمناقشة هذا الموضوع يسعدني أن أرحب بضيفتنا في الستوديو المحامية فوزية جناحي مساء الله بخير مساء النور حيات شاء الله معنا حيات شاء الله معنا سادة فوزية أول سؤال شنو المشكلات اللي تعاني منها المرأة في المحاكم الجعفرية شنو المشكلات كل المشاكل اللي تعرفينها حق المرأة من حضانة من نفقات ومن طلق هاي ثلاثة أسباب اللي تعاني منها المرأة الجعفرية نعم لو نفصل في هذه القضايا أكثر شوي أولا الطلاق بصعوبة عندهم بسنوع واحد من الطلاق في الجعفرية اللي هو الخلق والخلق ممكن تتنازل عن الحضانة وممكن أنها تدفع مبلغ أكثر من المهر نعم ثاني شي في النفقات يكون المبلغ اللي يحدد الرجل المهر يكون أكثر من المهر حسب رغبة الرجل ايوان هو اللي يحدد اي نعم أكثر طبعا من المهر يعني لنفترض أقول لك يكون المهر عادة يكون في الجعفر يكون قرآن أو يكون 500 دينار فتلقين الزوج يطلب من الزوج أضعاف على أساس طلقها يعني 150 عشرة ألاف على حسب الزوج فحتى العشرة ألاف وهو منافعها بس على الأساس أن هذه الزوجة ما تقدر تطلب الطلاق لو طلبا هذي فما تلجأ للمحاكم يقول هذا تبغي روحي أنت المحكمة وطلبي طلاقك فعارف لأنه وراحة هناك ما عندها ضرر يعني ما فيه أضرار عندهم في الجعفرية طلاق يكون مثلا الهجر بس وائد صعبا نثبت يعني الهجر في الفراش ما فيه إذا كان تطالع برع البحرين لازم بشهود لازم سنة بعد السنة احتمال نكلم نخاطب الهجرة والجوازات يعني بالنسبة للسنة حتى الهجر في الفراش ما بقدر نتبته حتى لو زوج في البيت معه نقدر نتبته بس في الجعفرية لازم يكون طالع برع يكون برع البحرين يكون مف في البيت معها وصعب نشتبتين يعني سنة الريال ما ريخل البيت وعندها شفى الحضانة الحضانة لهم سن معين لهم البنت والولد من سبع البنت من سبع إلى تسع تكون في حضانة الأب والولد من سبع إلى سن البلوغ اللي هو خمسة عشر أو ستة عشر يكون عند الأبو وبعدين يتخير إذا طلبوا الأم أو الأبو كذلك أيضا فيما يخص النفقة النفقة تكون كلش قليلة يعني النفقات في الجعفري يعني ثلاثين دينار حق الطفل غير كافية سواء الزوج مكتدر أو مكتدر يعني ثلاثين أربعين ما تسوي شيء والبدل السكن خمسين الزوجة أربعين يعني وايد قليل في النفقات نعم أستاذة هل هناك يعني هل فيه ضوابط للأحكام التي تصدر في المحاكمة الجعفرية؟ لأنها لا يوجد قانون فأتعبين كلها بجدهادات يعني ممكننا قضيتين يكونون متماثلتين بالضبط نفس المحكم أحكام مختفتين نعم أستاذة خلينا أول شيء يعني نقيس حجم المشكلة أولاً لما نتكلم أول شيء بلين نتكلم عن إحصائيات بـ 12 ألف قضية عالقة في المحاكمة الجعفرية هذه إحصائية سنة 2015 أنا اطلعت وقرأت تصريح النائبة رؤى الحايكي يعني قالت أنها ارتفعت ووصلت إلى 16 ألف حالة عالقة في المحاكمة الجعفرية هذه إحصائية 2016 يعني نبي نعرف يعني هل نقدر نعتبر أنه إذا ياه الشق الجعفري قانون الشق الجعفري رح يخلص كل هذه الأمور وإذا تأخر شرح يصير والله إحنا نتمنى ونريني بكم تفاعلنا إن شاء الله بينقار فرح يحل مشاكل ويد أول شيء رح يسهل على أن إحنا كمحامي رح يسهل حتى على القضاء يسهل على المتقاضي إحنا في البحرين المرأة البحرينية مخذة كامل حقوقها أتكلم عن النص اللي هو السني فإحنا المرأة البحرينية المفروض تأخذ حقها سواء جعفرية أو سنية ليش السنية ومخذة كامل حقوقها والجعفرية لا هذه عنف يعتبر عنف ضد المرأة الجعفرية يعني ويد تتأخر قضايا الطلاق وبعد لو ترفحها بعد ما رح تحصل القضايا يعني ما رح تحصل حكم إلا إذا الزوج وافق بس إن شاء الله القانون الحين اللي موجود في المجلس الشورى إن شاء الله يقررونه وأنا طلعت عليه فيه أشياء إن شاء الله رح تتقير يعني أنا شفت أنه رح يكون فيه قضايا طلاق للضرار مثلا للهجر فإن شاء الله نتمنى يعني من هاي الأشياء أن يقررون القانون على أساس يسهل على الكل وحتى المرأة البحرينية النص الثاني تحصل حقوقها شنو السبب سوذل في تأخر في مساودة في قانون في 2009 ظهر القانون للشقين لكن تم إقرارا للشق السني فقط شنو أسباب تأخر صدور قانون أو الشق الثاني من قانون أحكام الأسرة وللأسف بداية كانت المرأة الجحفرية هاي اللي كانت معارضة هاي اللي طلعت اعتصامات معارضة أن يصدر القانون الشق الثاني فبعد مع الأيام الحين يعني لا يوجد توافق يعني مقدرة أقول لك من المبراضي بداية كانت المرأة هاي الآن بعد تعرفين فيه رجال الدين أو يعني نقدر نعتبر الإحصائية هذي 16 ألف أو 12 ألف يعني من المعارضين حالياً أو من المطالبين للشق الثاني من القانون والأهمة ما قدر أقول لك لهم بس في بعضهم يعني يكلموني وقالوا احنا بنبين طالب وفي بعضهم قالوا ما نقدر يعني تشوف رحنة أهية معنفة وتشوف رحنة ما تقدر تحصل طلاقها بس لما نقول لها يعني أنت بمكانش تتكلمين أو دي قالت لا ما قدر أتكلم لأن احنا عندنا ضغوطات وما نقدر نتكلم ما نقدر نقول حنا نبغي القانون يعني الأقلبية أنهم ما يقدرون وعارفون أن دي القانون راح يفيدهم وراح ينصفهم ويعانون من أهمة بس وقت الوقت لما تقول لهم ما عندهم جرأ أن أهمة يعني تعرفوا ضغوطات اللي تكون زوجها أو أخوها أو بعد مثلا هما عندهم رجال الدين يعني لهم كلمة عندهم فما يقدرون أنهم يخالفون دي الشيء نعم احنا معنا على الخطة لستاذ مريم رويعي رئيسة الاتحاد النسائي سابقا مساء الخير استاذ مريم الشباب بس الصوت عندي ضعيف ألو ألو السلام عليكم عليكم السلام السلام الخير استاذ مريم الرويعي رئيسة الاتحاد النسائي سابقا استاذ فوزي ذكرت من شوي أن في البداية القانون قانون الشق الثاني من أحكام الأسرة قد تكون مرأة الجعفرية في البداية هي اللي عارفتها أنتو كاتحاد نسائي شنو قمت لتوعية الشارع بأهمية هذا القانون طبعا أولا اصدار قانون لأحوال الشخصية الشق الثاني هو ضرورة مجتمعية ومثل ما ذكرت الأستاذ فوزية وذكرته أن الاحصائيات الدل على ذلك القضايا العالقة في المحاكم وأيضا الحالات التي تأتي إلى مراكز الاستشارات الأثرية أنا أعتقد أن أصدار القانون هو مسؤولية الدولة ومسؤولية مجلسي الشورى والنواب القانون مفترض يصدر لجميع فئات الشعب يعني سواء كان هذا الطرف سني أو هذا الطرف جعفري وهي أستاذ أيضا مسؤولية مؤسسات المجتمع المدني أيضا في التوعية طبعا مسؤولية منظمات المجتمع المدني قامت بالكثير من المحاضرات التوعية وما زالت وما زالت ولكن أصدار القانون يحتاج إرادة سياسية نعم وأعتقد أن القانون يجب أن يصدر لأنه طال انتظاره وطال يعني وزاد أعداد المتبررات من هذا من عدم صدور القانون نعم الاتحاد النسائي قام بمحاولات عديدة خاطب مجلس النواب اجتمع مع اللجنة المختصة التي لديها ناقشها في أهمية أصدار القانون وذلك ليس حاليا يعني في الوقت الحالي وفي 2016 و2015 وحتى مع أعضاء من مجلس الشورى واللجنة المختصة بذلك وأكد على ضرورة صدور القانون وعرض الكثير من الإحصائيات نعم وما زال أيضا بالإضافة إلى كرؤية إلا أنه يطالب بإفدار القانون نعم أستاذة مريم فيما يخص يمكن الشارع والمرأة الجعفرية التي كانت قد في البداية رفضت هذا القانون هل المحاضرات هي كافية لتغيير القناعات؟ يعني طبعا المحاضرات طبعا مكافية ولكنها جزء من العمل الذي يعني يحاول رفع الوعي بأهمية هذا القانون وتبيان الفائدة التي ستعود على الأسر وليست النساء فقط التي ستعود على الأسر بما فيها الأطفال وبما فيها الحضانة وبما فيها النفقة لأنه في معاناة كبيرة يعني من كل الزوايا والدليل على ذلك الأحصائية اللي ذكرتوها بالنسبة للقضايا المعلقة في الشرع الجعفري ولكن بالإضافة إلى التوعية لما طلعت النساء يعني محتجات على هذا القانون أعتقد لأنه كان في عدم فهم لمحتويات القانون لأن هناك دعاية سيئة تجاه القانون أنه يعني مثلاً أن البنت ستكون على حل شعرها وتستطيع أن تتفرق مثل ما تريد وهذا شيء يعني مناطي للحقيقة نحن فقط ندعو لقراءة مواد المسودة الموجودة لكي يتبين أن كل ما يشع حول هذا القانون هو عارع عن الصحة نعم الأستاذ مريم روعي رئيسة الاتحاد النساء سابقاً شكراً لك على هذه المداخلة أستاذ نرجع لك مرة ثانية يعني دور المؤسسات الأهلية هل ترين أنت بأنك كافية هل أنت وك يعني كمحامين يعني تحتاجون إلى يعني تهيئة الأجواء قبل أن تكون هناك خطوات فعلية فيما يخص إصدار القانون والله بالنسبة للجمعيات النسائية والمجتمعات المؤسسات المجتمع المدني صراحة أهمان اللي ساهموا حتى في الشق السني يعني صراحة دي يشكرون عليه يعني كلنا عرفنا أنه يعني كان الضغط منهم أهمى ونزل القانون للأحكام السني في 2009 فأنا اللي عارفة ما زالوا الجمعيات يعطون محاضرات مجلس العلال المرأة لدور إحنا كجمعية محامين لنا دور فبس بعد مب كفاية بعد دور الإعلام يعني دور الإعلام وخاصة حين التواصل الاجتماعي صار سهل في كل بيت فيتروالي دور دوركم أنتوا كأعلام بعد مفروض يوصل دي الشيء يعني من البرامج من الحلقات من هاي الأشياء اللي تكون هادفة على أساس يصار فيه توعية يعني المحاضرات ممكن منيي المحاضرات يعني يمكن الجمعيات يعطون محاضرات وأنا حضرتوا إياهم إحنا كجمعية محامين نعطي محاضرات بس من اللي بي حق هالمحاضرات أنت ما تقدرت يعني تيب مجموعة كبيرة حق هاي المحاضرات إذا بيون عشر ولا عشرين إحنا نبغي نستهدف الجميع يعني القرى أنا همني القرى القرى لحد الحين ما عندهم توعية نعم دايما إن القانون دي يخالف الشر القانون دي ضدكم يعني مو قادر إحنا توصل لا منفهم أن دي القانون بيكون لكم ويكون من الشرع أصلا قدرتوا من الشقة الأول الشقة السنية أنكم تقيسون مثلا مدى يعني 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 مساهمته في في تحقيق الهدف الأسمى والأول اللي هو استقرار الأسر أي أكيد حل مسائل وايد قانون أحكام الأسرة هو هو قانون أحكام الأسرة يعني المفهوم منه مبحق المرأة المشكلة أن إحنا هني كمجتمع بحرين دايما يفكرون ندي قانون المرأة ومو قانون المرأة بالعكس قانون أحكام الأسرة نصف يعني من النفقات من الزيارة من الطلاق السفر مع الحاضنة البلد الولي دي يعني القانون أحكام الأسرة حل بس ما زال فيه ثقارات يعني أنا أود أنه أنا أقولها يعني ما حل لها صد جهوى يعني صار فيه استقرار أسري فيه ناس توعت منه إحنا كمحامين قدرنا عندنا قانون نمشي عليه يعني الأول ما كان فيه قانون كان كله باجتهادات نحن عندنا نصوص مواد عندما نريح نرفع دعوة مثلا حق نفقة عندنا نص مادة تقول لنا أن هذه المحكمة مختصة بالنفقة وطبعا هذه النص لا يمكن أنه يتعرض مع الشريعة ما يتعرض كل من الشريعة كل الذي عندنا الطلاق عندنا أنواع نشوفنا أي نوع من الطلاق نقدر نرفع الدعوة بناء على النوع اللي عندنا في القانون فسهل لنا نصوص مواد موجودة بس ما زلنا عندنا ثقرات يبقيلها تعديل أو كمراجعة يعني عندنا في الزيارة عندنا نصوص مادة في القانون في الأمور المستعجلة أنها تنظر النفقة والحضانة والسكن حق المرأة ما عطاننا زيارة يعني تصور أننا إذا صار خلاف بين الزوج والزوجة وراحت بيتها لها نرفع دعوة عسلتنا بنا نشوف اليهال يعني لازم اليهال يشوفونهم لأننا ما زالت الحضانة بين الأثنين لأننا ما صار في طلاق نرفع دعوة مستعجلة تنرفض ليش تنرفض يعني إذا أنا الزوجة أخذت العيال وطلعت من حق زوجة يشوفهم لأننا ما في نص يقول الزيارة من اختصاص محاكمة المستعجلة فهذه المشكلة أننا يبقى لها إن حق الزيارة للرجل للرجل أو تكون عند الرجل إذا كانت الحضانة أو طالع فيه همر الزوج الزوجة تقدر ترفع دعوة بس المشكلة أن ترفض الدعوة بس أعتقد المراكز الاجتماعية لها دور يعني تقرر المحكمة بأن الأطفال يأخذون إلى مراكز اجتماعية المتوزعة هذه لو صدر حكم عقب نشوف وين صر الزيارة وين يلقونهم هذي قبل الطلاق إحنا انتحات شحين قبل الطلاق قبل الطلاق لما الزوجة مثلا تطلع بيتها لها الزوج أو الأبي يريد أن يرى عياله مثلا طلعت شهر ورفعنا دعوة الطلاق إحنا في المحاكم طبعا الأبي يريد أن يرى عياله نرفع دعوة مستعجلة على أساس أنه نريد أن نرى عيال لأن شهر كامل لا يرى هم محكمة الأمور المستعجلة ترفض ترفض أن الأبي يرح يرى عياله لأنه لا يوجد نص يقول أن الزيارة من الأمور المستعجلة يعني الشق مستعجل لماذا؟ لأنها لا تنظمها القانون هل أنتب موافقة مثلا الأم؟ طبعا الأم دائما ترفض وهذه المشكلة هذه المشكلة المشكلة إنها ترفض تقول لك روح يبلي حكم يعني لما نكلم الزوجة نقول لها مثلا خلينا نشوف العيال هاي أبوهم يددتهم تقول لي أنا لا أستطيع أعطي خلي يبلي حكم لذا لما نروح المحكمة ترفض على البال ما تستأنفين فتلقين الأبي يريد شهر شهر لا يرى عياله فإحنا هاي الأشياء اللي نبقي أن ننظمها لو يريد يكون زيارة بعد يكون فيها شق مستعجل على البال ما يصير الطلاق إحنا ما قلنا الحضانة تكون بين الأثنين أوكي بس زيارة حتى عندك مثلا ما ننظم في حالة إذا كان الأبو أجنبي وكانت الأم بحرينية في حالة الطلاق لازم تنتقل الزوجة في بلد الولي أنت تصوري إذا كانت الزوجة عايشة هنا في مستوى يعني تعرفين في رفاهية عيالها مدارس خاصة قاعدة في بلة عندها سواق عندها خدامتين تصرف في الشهر أربعة ألاف دينار عايشة في عز صار الطلاق لنفترض نقول لك يعني كان واحد عربي كمان يروح يرفع دعوة في المحكمة أنا طلقت وأنا رجعت ديرتي أبي طليقتي إتي بلد الولي وقانوننا ينص إذا البحرينية من زوجة أجنبي وتطلقت لازم تروح في بلد الولي يعني أي مكان يكون الطليقة تحضن في الحضانة يكون لها بس تحضن في بلد الولي لنفترض في الخليج تروح الخليج وإذا في دولة عربية تصور إذا بتروح المغرب إذا كان مغربي إذا كان تونسي إذا كان مصري فما في متابعة هل هذه أوهوة طليقها أو الولي رح يوفر لها نفس المعيشة نفس المستوى معنا القانون يقول لازم تكون نفس المعيشة وفي نفس المستوى المعيشي اللي كانت فيه قول ما تطلق ما عندنا أحد يعني يتابع أن هذي بتسكن هناك إنه ساكن في بلة هل ذي الزوج أو بطليقها رح يسكنها في نفس المستوى هل عيالها رح يدخلون مجارس خاصة نفس اللي كانوا وهني في البحرين هل رح يكون عندها سواق هناك لأن لازم المستوى الاجتماعي ما ينزل سواء أثناء الزواج وحتى عقب الطلاق وهو طبعا هاي في مصطحة استقرار الأبناء واستقرار الأسرة أكيد أكيد استاذ القانون اللي صدر في 2009 أجريت عليه تعديلات أو دخلات عليه تعديلات في 2010 احنا اليوم في 2017 كل كم سنة كل كم مدة زمنية يتم فيه مراجعة هذه القانون علشان يتم معالجة هذه الثغرات خلال سنوات عديدة من تطبيق هذه القانون متعرفين احنا كل مرة مع التطور فيه أشياء تطلب مثلا الأول ما كان عندنا توفيق الأسري اللي في 2010 نزل لأن التوفيق الأسري هو مكتب التوفيق الأسري يحد من الطلاق فذي الأشياء اللي نحن نشوفها نحتاجها فينزل فيها قرار عنده محاكم الأسرة محاكم الأسرة حين قرروا لازم يكون في محاكم الأسرة احنا الدول الثانية كلهم عندهم مباني اللي هي محاكم الأسرة وذي الشي جيد بس احنا قاعد نقول حتى لو فيه محاكم أسرة بعدنا بقي يكون فيه مكاتب متخصصة نزل القرار أنا لازم يكون في مكتب توفيق الأسري وتلجأ المحاكم القضايا للمكاتب التوفيق الأسري قبل ما تروح المحاكم القضايا اللي فيها الصلح اللي ما فيها الصلح بتقدر تروح بس مثلا يعني إذا فيه طلاق أو كان في انتقال حضانة بس إذا في التخيير لا التخيير أنا ما قدر أود يعني سن التخيير مثلا في السنية من الولد من 16 والبنت من 17 ما في مجال لنا نروح توفيق الأسري على أساس أنه خير لنا ذي حق الولد هذه القضايا ما تروح التوفيق الأسري النفقات المستعجلة ما تروح التوفيق الأسري بس لو كان فيه نفقات إذا كان فيه طلاق بس ما زلنا لحد الحين المجتمع البحراني مبواعي حق هدف التوفيق الأسري وفي نفس الوقت التوفيق الأسري ما فيه أخصائيين يعني إحنا نحتاج يكون فيه أخصائيين يكون فيه باحث اجتماعي يكون فيه شرعي يكون فيه قانوني يكون فيه نفسي على أساس أول لحد يقعد معه على أساس قيمت أنه لا يوجد متخصصين لا نرى نحن نذهب للتوفيق الأسري لا نرى التوفيق الأسري تواقع الخطوة الأولى في حال طلب الطلاق من الطرفين هي كخطوة أولى المكتب توفيق الأسري في حال ما تم التوفيق يحولونها المحكمة فحاليا أنت تقولين أن المكتب التوفيق يحتاج إلى متخصصين نعم لحد الآن لا يوجد أصلا لا يوجد مقر ولا مبنى يعني التوفيق الأسري يبقى ليكون مكان لازم يكون مكان لحد الآن المكاتب اللي في الوزارة العدل صغيرة مبام هيئة في نفس الوقت لا يوجد خصائيين يعني ساعات مثلانية والأب عندها حالة نفسية ممكن أن يمنع العيال إذا كان في الجعفر يخذ العيال لا يعطي الأم فهذه الأشياء من اللي رح يحددها النفسي يجب أن يكون فيه نفسي موجود ذي الأب يعاني من شنا وليش حارم الأم من العيال أو العكس فعند عندنا الأمهات إذا صار عندهم العيال بعد ما يحطون الأبهات وايد عندنا ذي المشكلة سواء في الجعفري أو في السني الجعفري يكون الأب دائما تكون فترة الحضانة اللي هي من 7 إلى 16 حق الولد يكون عند الأب الأم تعاني في السنية تكون عند الأم الأب يعاني فنحن لازم نعرف ذي ليش الأم مثلا تمنع تمنع العيال من الأب ومن إصر أي خلاف بينهم يمنعونهم نقطة الضعف للعيال فيعني أنت خذتي طلاقش أوكي بتاخذنا الحضانة أوكي الحضانة موب ملك لتش الحضانة هي لازم تكون حقك بس الرؤية حق الولد الولاية حق الأب نعم فحتى في التوفيق الأسري المفروض يكون فيه أخصائيين يفهمونهم ذي الشيء يعني أنت بتطلقين لازم يكون عندك الحضانة لكن للأب لازم يتشوف العيال يعني نتصور نروح التوفيق الأسري نقول مثلا نبقي ثلاثة أيام العيال يزورهم أبوهم الزوجة ترفض تقول لا بس يوم الخميس أربع ساعات تشوفهم نزل ليش تقول لا الحضانة عندي نزل الولاية عندها فإحنا نبقي يكون فيه أخصائيين يقعدون معهم يقولون لها أنت الحضانة عندك هذه هو أبوهم المفروض يشوفهم كل يوم هاي صلاة رحم فإحنا هذا اللي نبقي لما يكون فيه نفسي ويكون أخصائي اجتماعي ويكون فيه قانوني يصيق العقود لحد الآن ما عندهم قانوني السادة شفنا في الإحصائيات من شوي أن عدد أو نسبة الطلاق عدد حالات الطلاق انخفضت بأكثر من 1500 حالة في 2015 شقد ساهم مكتب التوفيق الأسري في تقليل حالات الطلاق هو شوفي يعني أنا بالنسبة لي يمكن التوفيق الأسري حل بعض المشاكل بداية يعني فيه اتفاقيات بينهم بين بعضنا مثلا الزوجة تبقي نفقة مكتب التوفيق الأسري ممكن يحدد النفقة يحدد الزيارة ما يصد فيه طلاق دي الاتفاقية تكون فترة معينة ممكن ستة شهر وردون يختلفون فيمكن هاي الإحصائيات اللي عندهم إنهم موفقة وبينهم مثلا يكون نسبتها عالية بس في النهاية هاي الاتفاقية ما تلزمهم يعني احنا انتفاجأ نيون يقول احنا راح ينتوفيق الأسري هاي الاتفاقية ما التزم مثلا الطرف الثاني بالنفقة ما سوالي مثلا يعني ما يكون في قانون يلزمهم بإنهم يلتزمون بالوثائق اللي تكون تكون مثلا فيه اتفاقية مصدقة بس انت لما تقولي حق الزوج يروح البيت وعط مثلا كليوهل مئة دينار ووفر لهم مثلا سكن ملائم خلاهم يروحون للمدرسة يببون مثلا الأشياء اللي يحتاجونها يعني اللي هي الزوج رافح دعوة تبغيها أشياء الضرورية مثلا انفق في البيت يقولك أنا بانفق مثلا تحطني عليه مبلغ أنا بانفق أنا خلت رجع البيت أنا بعطيه نزلنا ما حطلنا المبلغ اللي لازم يسلم هي نعم تروح البيت نفس الطريقة ما يعطيها وخاصة إذا قنة الزوجة تشتقل يكون اعتماد الزوج على الزوجة لأننا عارف أنها تروح بتصرف يعني عندنا وايد قضايا أن الزوج يعتمد على الزوجة مو الكل بعض بعض يعتمد على الزوجة أنه يتصرف وحطلنا البنود التردد يقول لي أنت ما حطت لي مبلغ تعطيني خلنا اتفق عطي المبلغ يقول له لا فما وصلوا لحل أو مثلا تكون مثلا تطلع من البيت أو أنه ما تسمع كلامه أو أنه ما تقوم بواجباتها فيقول لها يقوم بواجبات تسوي بعد نفس الطريقة الزوجة ما تلتزم بعد زوج يقول أنا خلاص بطل لنا ما قعد تلتزم الشديد السادة اللي يدفع ثمن هذه العناد نهي هما الأطفال والقانون والقوانين هذه كلها هي في نهاية تصب في مصلحة الأسرة ولا تصب لمصلحة المرأة ولا مصلحة الرجل إحنا عندنا تقرير لأمرأة عانت في المحاكم ونرجع مرة ثانية مع ضيفتنا للسادة المحامية فوزية جناحي مرحلة الطلاق كانت مرحلوات صعبة خذ لي ثالث سنين لما عطوني الطلاق ووقت ما أنا اطلقت والدي كان سبع سنين فحسب الشعر طالقي خذ الولد مني والمحاكم جعفرية طبقون قانونهم اللي يقول لنا أتشوف الولد في الأسبوع 24 ساعة وبس فأنا مفاهمة شلون يعني كأم أنا بس أتشوف والدي مرة في الأسبوع وعمره سبع سنين ويحتاج اهتمام الأم مرحلة صعبة لأنه بستة أيام في الأسبوع الولد يتصر فيني يبي يشوفني يبي يطلع وياي ويصيح ويقولي تعالي خذيني طبعا ما قدر وروح أخذها واللي النقطة اللي ما فهمها إن شون المرأة البحرينية السنية لها امتيازات أكثر من المرأة البحرينية اللي تزوجت حسب القانون الجعفري وشلون إنه هي لها امتيازات إنه هي تقدر ترعى عطفالها بس المرأة اللي تزوجت حسب القانون الجعفري ما تقدر ما تقدر تشوف عيالها إلا مرة في الأسبوع ويعني هاي أبسط حق لأم لأي أم أصلا إنه هي ترعى عيالها ويعني ناطرة ناطرة تشوف إذا ممكن إذا في يوم الأيام المحاكم بتغير هالشي والطبق قانون موحد حق الكل رجعنا مشاهدينا بعد هالحالة هذه اللي عرفناها لكم في التقرير إحنا بعد عندنا حالات راح تدخل ويانا على الهواء بس وقت اللي جاهز المكالمات شباب خبرونا وعلى ما يتم تجهيزة بنرجع لجل ضيفاتنا يعني هذي واحدة من الحالات يعني شنو النماذج الكرر عندكم وشنو تقدرون ندافعون عنهم حتى لو في ظل قياب الشقة الثاني شنو تقدرون ندافعون عنهم إحنا هلا نقدر نسوي يعني نطالب بحقوقهم نقدر نعطي محاضرات ننبي نوعي بس ما نقدر نسوي شيء في المحاكمة إذا ما في قانون نعم يعني إذا ما في قانون نحاول نحل ودي دائما الزوج حتى له في ضرار في الجعفرية بعد مب النقهوى صراحة خلا نكون صريحين تأثير المحامة على الموكل بعد لا دور يعني احنا نتفاجأ في بعض الأوقات مثلا نما نتصل أنا من النوع المكتبي يحاول يتصل بالطرفين نتصل بالطرف الثاني إذا يات الزوج أنا نتصل بالزوج نقول له مثلا تعال نبغى نحل الموضوع يقول لك أوكي باي اليوم مقتنع النبي يتصدق بعد شويل يقول لك لا أنا عندي محامة كلمه محامية إذا تعال أنت اسرتك لماذا تتحدث عن محامك يعني أنا أبقيكم أنت الاثنين فتعال لاثنين يقول لي أنا أبقي محامي نقول معلين عندك محامي يكلم المحامي يكلم المحامي تلقاؤه أول ما نقول لنبي نحل الموضوع يقول أنا ما عندي مشكلة باي وتحسين في أنه هو يرحب لكن من يكلم المحامي يتغير الشخص يقول عندكم أي شيء تتقلموني أنا نتكلم المحامي يقول ما أعترفت تواجر لك الاتفاقية أنا ممكن أن أكون معلثنا نحل الموضوع يقول سادة إذا عندك اتفاقية طرشية وأنا بشوفها مع موكلي وأرجع لك خبر تروح الاتفاقية طبعاً نحاط نبقي الطلاق نبقي سكن لنا عندنا العيال نبقي نفقة لا تبقي تطلق أتحط مبلغ وقدرة العيال نقول لنا مثلاً نبقيهم أربعة في الأسبوع يردي يقول لك لا ليش يوم واحد في الأسبوع يعني دائماً المحامي أبو الكل طبعاً أنا أقول البعض بعض المحامين روحهم يجب لهم دوران لأنهم اللي يوقفون يعترضون أبتشذي راح الحل الودي يعني الحل اللي يقدر يسويه المحامي راح احنا أيضاً معنا نتصال مع المحامية هدى الشاعر مساء الخير أستاذ هدى أهلاً وسهلاً مساء الخير أستاذ هدى أنت موافقة لصدور الشق الثاني من القانون ولكن بشروط معينة شنو هي الشروط لو توضحينها لنا؟ طبعاً أرحل فيكم بالنسبة إلى الموضوع الشق الجعفري طبعاً بالنسبة لنا نحن نوافق على التقنين طبعاً لأحكام الأسرة لكن طبعاً هناك ضمانات مطروحة وطبعاً هذه الضمانات لا تخفى على الجميع يعني طبعاً أنا لو بذكرها على السرعة هي الضمانة الأولى راح تكون مرجعية طبعاً مرجعية الشريعة الإسلامية هذا أول ضمانة الضمانة الثانية طبعاً إشراف ومصادقة فقهة معتمدين أيضاً والضمانة الأخيرة وهي التي تؤكد طبعاً على الضمانة الأولى والثانية هي طبعاً ضمانة جستورية غير قابلة للتعديل طبعاً يعني هاي الأكثر الضمانات إذن بالنسبة إلى كل الأشياء التي تطرح يعني أمام الجميع ويجب أن نبين للمشاهدين أيضاً أن المشكلة هنا ليست هي عدم الموافقة على إقرار قانون الإسراء هي العقبة الوحيدة هي الضمانات المطروحة ومثل ما عرفنا في الآونة الأخيرة كانت هناك ولا يخفى على الجميع هناك مواضيع كثيرة بهذا الخطوص بل أن العلماء بأجمعها طبعاً رحبت رحبت بهذا طبعاً بتقنيم أحكام الأسرة أو ظهور طبعاً أحكام الأسرة للشق الجعفري ولم ترفضه بتاتاً وإنما كانت هناك طبعاً مثل ما طبعاً ذكرت لكم أنه لابد أن تكون هناك يعني هذه الموافقة هي مشروطة في ضل ضمانات مطروحة أستاذ هدى قانون أحكام الأسرة وكما حصل في الشق السني من الأكيد أي قانون قد تكون فيه ثغرات لها قد يكون لها سلبيات لكن الإيجابيات أكيد تكون كثيرة هل الخلاف من 2009 اليوم على هذه الضمانات يستحق لأن يروحون ضحياتها أسر كثيرة لين اليوم تعاني أكثر من 12 ألف حالة موجودة اليوم في المحاكم ما تم البت فيها يعني هل هذا الخلاف أو هذه الضمانات تستحق وجود أكثر من 12 ألف ضحية اليوم موجودة في المحكمة؟ أختي العزيزة من قال لك أن سبب هذه المشكلات أو القضايا العالقة هي المشكلة الوحيدة هي عدم وجود قانون الأحوال الشخصية؟ شو هي المشاكل الأخرى؟ ليست هو السبب الوحيد هناك أسباب كثيرة نحن اليوم نعاني من قلة القضاة قلة القضاة يعني تخيلي أن المحاكم الجعفرية أو بالأحرى يعني قضاة لمملكة البحرين فقط 13 طاضي هل يعقل ذلك؟ الشيء الآخر هناك مشكلة أيضاً ليس فقط من المحاكم أو قضاة المحاكم الجعفرية هناك مشكلة كبيرة أيضاً تقع على عاتق المحامين نفسهم مع احترامي للمحامين هناك مشكلة من المحامين عندما يأتي لي أي شخص ولا أفهمه ما هي الإجراءات الصحيحة طبعاً الإجراءات الصحيحة للتقاضي هذا أيضاً خلل نحن اليوم لما أنا راح لما راح أقول أن قانون الأحوال الشخصية أو عدم وجود قانون الأحوال الشخصية هو السبب الرئيسي هذا طبعاً تشخيص خاطئ للمشكلة يعني لو زيادنا لو تم زيادة عدد القضاء كم بالمئة من المشكلة راح تنحل؟ أكيد راح تنحل يعني معظم أنا ما راح أقدر أحدد إليش أختي أنه تم نسبة ولكن راح تحل مشاكل كثيرة إلى جانب يعني إلى جانب هناك شيء شيء آخر مهم لا ينبغي استراض معاناة المرأة في المحاكم الإنجاح سرية بسبب غياب قانون الأسل إحنا اليوم أمام مشكلة حل هذه المشكلة لابد أن يكون بالتشخيص الصحيح بهذه المشكلة هذا الحل الأمثل أساساً لحل هذه المشكلة بس أنت أستاذة كمحامية كيف لك أنت تدافعين عن مواكلتك بدون وجود قانون؟ هل قانون الأحوال الشخصية في الشق الإسلمي لا توجد به مشاكل؟ توجد به مشاكل ولكن حل الكثير من مشاكل أيضاً هل السرعة في الطلاق هو الحل الأمثل؟ أنا لا أدافع طبعاً عن المحاكم الجحفرية أختي ولا أدافع أيضاً عن المحاكم السنية أيضاً اليوم كان من المفترض أن يكون أختي العزيزة كان لابد أن يكون هناك أنا ليس في صدد الدفاع عن المحاكم الجحفرية أبداً اليوم أنا في صدد مشكلة ولابد أن يكون تشخيص هذه المشكلة تشخيص صحيح نعم تشخيص المشكلة أختي هو جزء من الحل هو جزء من حل هذه المشكلة التي يعاني منها الجملة نعم المحامية الأستاذة هدى الشاعر شكراً لك على هذه المداخلة القيمة جداً أعتقد بالسماء أيضاً عندنا اتصال آخر عندنا اتصال كذلك من أم حسن أم حسن مساء الخير مرحباً يا هلا فيك أم حسن أنت على الهوى حالياً يعني لو تخبريني بالحالة اللي أنت تمرين فيها حالياً يعني وتشرحيني معاناتك في قضيتك العالقة في المحاكم شكراً أنا أطلب عشرة سنين مع الزودي نعم بنيت هوايا خطوة في خطوة نعم ما دثرت هالفترة من بيزات من حلال من كل شي عندي قرر أقب عشرة 15 سنة أن يعرف نعم وبين يوم ما قرر يعرف انقلبت الدنيا عنده انقلبت الموازين نعم قام ما يصرف على البيت ما في نفقة ما في شيء اشتال الحلال كله بحكم أن الحلال صار بسمع على فسماء تمت علينا ريال نعم يوم طالبت بالنفقة قال لي انت ما تشتعلينها النفقة نعم وتميت شهور على هالوضع ما في نفقة نعم لين هي اضطرتها قول لي انزل طلج اخوي يعني وصلنا لمرحلة خلاصة يقول لي لا ليس انا طلج انت روح المحكمة وطالبي بالطلاج بس لازم تتناظل انجل اتناظل عن شين وانت خذت الحلال في الله نعم ما تم شيء لا بالعزار لا بالسياير ما تم ولا شيء نعم وانت روح بقول بسوي لك خلق نعم بعد نفس شيء ممكن يطالب بمبلغ خيالي هون يقول لي افتت ناظل عن نفقة انت خطايت الخطوة محسن ورحت المحكمة نعم اقف شنو محاولنا وياك هذا مرة مرة ومرتين وثلاث وما صار وياك كل المحاولات حتى بطريقة ودية عن طريق المحامية نفسها نعم ما رضى يدفع أشخاص يتكلمون أنه بس اصرف عليه هذا يزلسك وبيش يزلسك يقول لا هذا لا تستهل لا نبت جردنا لا خلاص انت ريال انت تتحمل صرف البيتين ما حكم عليه بأنه ينفق على يعني ألزمه بالنفقة حاليا الحين ايه حاليا في نفقة بس انه رافع قضية عليه يقولنا أنا لا تستهل هالنفقة يقول انت حدك 40 دينار عجيب ما تستهلين أكثر مع أنه أنا بنيت هجال بيت ومن أول ما خدتها يعني حياتي هذه الخير اللي هو فيه يعني من وراء صراحة نعم أم حسن بس عفوان على السؤال سمحيني يعني كم تقدر النفقة اللي حاليا تستهلينها حاليا 200 دينار وهو يطالب يقولي انك لا تستهلين حدك بس 40 دينار أمية دينار وهل أمية دينار كافية لا أخوي يعني الأقصات والقروض اللي علي نعم يعني حتى ما عاش قامل يروح عليه ما عاش قامل يروح على الأقصات والقروض اللي علي يعني هاي الأمية حتى اللي هو اللي بيحطيني إياها ما بتكفي شيء ويقوله يقول لا انت ما تستهلينها صار صدر صدر بسحك بيته الثاني نعم يعني هل هو مقتدر على أن يعني يقدر يصرف على البيت لأن هذا أول شرط في قانون الزواج القدرة على الأفضار لأن الريال لا يقدر يصرف ليش يتزوج المرة الثانية أنا ما عندي اعتراض أنت الزواج بس اصرف عليه نفس ما تصرف على الزوجة الثانية وهذا هو مراضي نعم يقول أنا ما أنت ملازم أصرف عليه خلت شيء معلقة نعم يعني طايلة لا سماء ولا أب حالي أنت شنو الطالبين أم حسن أنا طالبت أخوه بالنفقة بس هم مراضي بالنفقة نعم وطالت في الطلاق وبعد مراضي يطلق يقول له خلت شي دي نعم إتعب أن أنت بنفقت الطلاق روحي أنت بكبرت المحكمة وطالبه وطبع عنده أنا رحت المحكمة الجعطارية ما بيثوموني شيء نعم نحن نحتاج تغيير الأحكام الجعطارية نعم نعم ينصر المرأة نعم أم حسن يعطيتش الصحة والعافية شكرا لك مشاهدين تم تغيير الصوت أم حسن وذلك مراعاة للخصوصية كذلك إحنا معنا اتصال آخر أم حمد أم حمد مساء الخير مساء الخير أم حمد هلا مرحبا أخوي عطيك العافية الله يعافيك تفضل يا أم حمد أنت على الهواء شكرا أخوي بخصوص مرضوعي هنا أنا طبعا من الزوجة الحصالة تقريبا 10 سنة عندي أربع عيان نعم زوجي يعني صارت بيني وبين مشاكل فترة وتتزوج عليه نعم إذن أخوما تتزوج مرة واحدة وقف عليه مصروف البيت وقف عليه النفقة وقف عليه مصروف اليهول أنا حين أبصالي قاعدة أنا أصرف عليهم وقام يعني وقف مصروف البيت قام المو يحطوا ولا الشيء لا حق اليهول ولا حقي نعم وأنا من معاشي طبعا محتملي ولا شيء أنا قاعدة أصرف علي مصروف شيء وأصرف علي روحي ولين أطلع نعم صارت مرة المشكلة بيني وبينها طردني من البيت يأبزوش تالبيت وطردني هنا من البيت أنا وعيالي نعم رحت اشتكت عليه في المحكمة طبعا المحكمة الجعفرية طلبت منهم أنه ينفق عليه يعطيني نفقة نعم حقه حق اليهول نعم أنزل وأنه أرجع البيت المحكمة ردتني البيت وطلبت منه أنه يعطيني نفقة ستين دينار شهريا نعم ورفضت أنه يصرف علي اليهول بحكم أن اليهول في حظانتها أشمان اليهول في حظانتها وأنا ما عارف البيت هذي الشي نعم الشي الثاني ستين دينار شنو قاعد يتسويها اليوم ستين دينار هذي هل بتكافيني مصاريف البيت ولا الكهرباء ولا البتول ولا اليهول ولا مصروفي أنا يعني هذي المبلغ حدد يعني المصروف للأتشو للعيال الشهري نعم لدرجة أنه قاعد يطنز على المبلغ المبلغ جدا بسيط نعم وقاعد يقول لي مصروفك يعني أكلك ومشروبك من هذي السبسين دينار نعم هذي السبسين دينار اليوم سي ما قاعد تسوي ما قاعد تسوي لي شي لا طبعا ما تسوي وفوق هذي كلها قاعد يستعلمش أغوى عايش حياتي لآخر درجة أغوى ريال مقتدر فوق اللي تتصورها عنده يعني ما شاء الله أثلث بالهبل نعم وعنده سيارات فخمة وعنده فاتح لبيت ثاني يعني من رايش ومحمد ليش ليش المحكمة يعني ألزمت بهذي المقدار البسيط من النفقة أنا ما عدري ليش يعني مع أن أنا قدمت كل الأشياء اللي عندي نعم قدمت حق المحكمة وقلت حق المحكمة أنا ما عندي اعتراض على زوجته تزوج عليه أنا ما عندي اعتراض ولكن خلي يعدل المحكمة يعني الشرعي دول أعدل بين المسمين وبعد أغوى قاعد يحصل غلال معيشة غلال معيشة غلال معيشة ليس مفوضة أن يعطي زوج تبعي يعني ما للي حاج نعم 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 والحين شنو مطالباتك أم حمد؟ أنا مطالباتي أن أغوى يعطيني نفقة محترمة نعم تتنفيني أنا وعيالي كلنا نعم نعم وأبي شخص ما أبي حقوقي لأن أنا مو قاعد أعيش حري فيه نعم وقاعد يحط لي مراقبة علي يتجسس على المكالمات وعلى التلفونات وقاعد يراوين ويثبت لي نعم ما عندي حرية لا في بيتي لولا برع بيتي حتى اليهال أم حمد أنا عايشة في بيت لقد عايشة في مقبرة ما عندي حرية أتمنى أن أعيش يعني حالي حال الناس دايما عايش في حال الناس أم حمد مقدرين إحنا مقدرين هذا الوضع اللي أنت فيه يعني يبدو لي أن أيضا لا تحل هذه المسألة إلا بوجود قانون ينظم هذه العملية أنا أتمنى يا أخي أتمنى القانون ينصف لي وينصف كل مرأة مظلومة تحت زوجها أكيد الزوج الظالم يعني ما علي إحنا راضين قدرنا أن تتزوج لكن أنصف أتمنى المحكمة الجعفرية تنصف المرأة لأن المرأة ليس لدي حسنة إلا أنتاو نعم كم معمار عيالك بالسؤال أخير محمد كم معمار عيالك عيالي ثمان تسع عشر وحد عشر ثمان تسع عشر وحد عشر متقاربة أم حمد شكرا لك شكرا لك شكرا لك يعني أستاذ فوزية الحالات التي سمعناها هل ما أقول الله أم بأطفالها النفقة أربعين سبتين أمية دينار وأطفال بأعمار ثمان تسع عشر سنوات هذه معناتها ما في المدارس لو سمعت قلت لك أنا رفعت دعوة نفقة لي وحق العيال عطوني أنا العيال ما عطوهم عشان شذي قاعدة قلت شام أعمارهم هي الأخت في المحاكمة الجعفرية محاكمة الجعفرية عندهم سن السبع إلى تسع حق البنت تنتقل الحضانة حق الأب نعم الولد من سبع إلى ستعش عند الأب هي قالت أربعة أولاد أربعة أولاد من السبع مناتب في حضانة الأب المشكلة أن أهمى مو متطلقين قالت أنا زوجته وموجودة هو تردي من البيت وياب زوجته الثانية ورحت رفعت دعوة قامت المحكمة عطتها الستين وارفضت تعطيه الباقي ليش لأن قالت العيال درين في حضانة الأب نزل العلاقة الزوجية قائمة المفروض تكون حضانة مشتركة كيف تثبت أن الأب لا يصرف؟ هذه هي المشكلة التي هناك يعني فقط المحكمة من تلقاء نفسها قالت هذا السن عند الأب نعم هل المحكمة تيقنت أنه يصرف أم لا؟ هي لم ألجأت للمحاكم قالت أكيد أن الأب لا يصرف فحتى المبلغ الستين دينار وهو فاتح بيت ثاني قليلة ومثل ما قالت أنه مقتدر وعنده يمكن سيارات فارهة وعايش وعايش حياتها ويضعون زوجة ثانية المفروض أن حتى الزوجة الثانية لازم يكون في ضوابط يعني أنت بتفتح بيت المفروض بعد تشوف ذي زوجتك وتشوف عيالك لازم تكون مقتدر يعني أنا أفتح بيت وأترك ذالين وأكيد هي قالت لش أنا أشتقل وأنا أصرف وأنا اللي أدفع إنه هو اعتماد عليها أن هي تشتقل فلازم اللي تشتقل لازم هي تصرف عليه وعلى عيالها نعم حتى لو تبيت تطلق بعد بياخده هو العيال نفس الطريقة ما لها سكن لأن الحضانة عند العيال ستطلع في الجعفرية ستطلع بدون أي شيء أستاذة هدى الشاعر قالت أن المشكلة الآن في وجود 12 ألف حالة في المحاكم الجعفرية هي ليس سببها عدم وجود قانون سببها أن هناك قلة في عدد القضاء هناك سبب آخر لي هو تعاطي بعض المحامين مع القضايا هذي هل هذي صحيح؟ لا هو فعلا شوفوا يعني ذات بقي تقيسين على العدد التأخير في الجعفرية أو في السنية أهما نفس المحاكم ترى عندنا دائرتين كبرى في الجعفرية وفي السنية واحدة استئناف اللي في الجعفرية يمشون بسرعة اللي في السنية يمشون بسرعة القضايا تمشي بسرعة لكن في الجعفرية تتأخر يعني من الجلسة لجلسة شهر شهر ونصف هذا التأخير هو اللي يسبب الضغط في السنية لا عشرين يوم بالكثير السبوعين يمشون فالجعفرية يمكن العدد عندهم الكبير وبعد يتراكم لأنه ما يمشون الجراءات المدد محددة فتتراكم يعني يوايد يأخروا في الجلسات ومن جلسة لجلسة يعطونها شهر شهر ونصف في نفس الوقت احنا نحتاجين أن يزيدون عدد المحاكم محتاجين لأن النسبة كبيرة صارت الحين بس بعد مثل ما أقول هو ما راح يحل يعني احنا نتمنى أن يكون في قانون مثل ما قلت لك حتى القانون السني موجود بس في ثقارات لحد الحين يبيلها علاج بس بعد مو معناته أن احنا مو محتاجين في الجعفرية محتاجين محتاجين القانون ينزل أساسي أن يضبط أساسي سهل على القضاء أصلاً لما يكون في قانون يسهل على القضاء وعلى المتقاضي على المحامين وبعد قالت السبب فعلا أنا معاها قالت لك بعد التأخير يكون من المحامين في بعض المحامين مو مكتدرين مو لامين في القضايا الشرعية فهو عنده موكل مثلاً في القضايا المدني ما يبغي يخسره فأيين يقولون عندي قضايا شرعية ياخذها ما يعرف الإجراءات ياخذها فممكن حتى من المحام يخسر يخسر موكله فهذه فعلاً إحنا اللي قاعد نشوفه ومثل ما قدتش هم بعد في محامين لو إحنا كنا نبي نصلح في محامين يكفون حتى في المحكمة يعني إحنا نبغي نتفق يقول لك لا وهو يعترب بس تبقى طبعاً يبقى السبب الأول هو عدم وجود أكيد هو السبب الأول أكيد رح يحل لأنه في القانون المحدد أيضاً مدد المرافعات لا 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 ممندد يعني عندنا الاستئنافات بس لأن المحاكم السنية قاعد التمشي بسرعة لأن الجلسات بتقاربة الجحفر يصير فيه تأخير والكم أكثر لأن التراكمات فيها يكون فيه أبطأ الموضوع مشاعب يحتاج لوقت طويل للنقاش لربما أيضاً نخصص حلقات أخرى للنقاش في هذا الموضوع الهام ونتمنى وكلنا متفاولون وانت متفائل أيضاً قلت ببداية استوى أنت متفائل في البداية إن شاء الله رح يقر القانون الجعب إن شاء الله المحامية فوزية جناحية شكراً لك شكراً لك شكراً لك مشاهدينا نأخذ معاكم فاصل ونرجع شكراً لك شكراً لك شكراً لك شكراً لكم أطفال في عمر الزهور يستسلمون أسبوعياً مرة أو مرتين أو لساعات طويلة لأجهزة غسيل الكلة في جلسات تأخذ من عمرهم وايد وغيرهم من كبار السن أيضاً وكل ما كبار في السن يكبار الألم معاه ينتظرون زراعة كبد أو كلة أو غير ذلك نحن نشوف الأمل إذا علمنا حسب رأي المختصين أن متبرع واحد كفيل بإنقاذ حياة سبعة مرضى محتاجين لزراعة أضاء والأمل يزيد مع وجود بيئة تشريعية قانونية تواكب الحاجة في البحرين صدر القانون الخاص بتنظيم نقل وزراعة العضاء البشرية عام 1998 تماشياً مع تشريعات في الدول العربية وبشكل خاص أيضاً دول مجلس التعاون في أسألة هامة كثيرة هل هذه القانون الموجود مفعل؟ هل القانون بنفسه بحاجة إلى تعديلات تواكب الظروف الحالية المستجدة؟ هل في البحرين عندنا مركز متكامل في كل الأجهزة والموارد البشرية عشان نقدر ننفذ فيه ما وجد في هذا القانون؟ وشنو هي الخطط المستقبلية حق وزارة الصحف في هذا المجال الحيوي؟ وشنو هي المجالات التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي؟ وهل هناك فيه وعي وإقبال مجتمعي على هالنوع من العمليات؟ وهل فيه ثقافة التبرع بالأعضاء؟ فعلاً موجودة وبيننا في المجتمع؟ أنا عن نفسي أتذكر أن على هامش أحد المؤتمرات كان فيه طاولة وفيه بطاقات لتبرع بالأعضاء وأتذكر وكان أقولها جدامكم على الهواء أني تبرعت بأعضائي طبعاً أنا ما عارف وين تبرعت وين راحت البطاقة ولا عارف الجهة التي تبرعت لها بس أنا أتذكر أني وقعت وتبرعت ولا حتى عندي عاقد بيني وبين الجهة التي تبرعت لهم فيها تثبت أني أنا تبرعت أعتقد أنه لازم كل شخص يكون أو عنده رغبة في التبرع في أعضاءه أن يعرف الجهة التي توجه لها ومتها ممكن يتوجه وشنو الحالات التي ممكن يكون تستوجب التبرع والأهم من ذي كلها أن يكون عند وزارة الصحة ريكورد أن هذا الشخص تبرع بأعضاءه عشان يقدرون يستفيدون من نقل الأعضاء في الوقت المناسب المهم كل هذه الأسئلة راح نطرحها اليوم على المختصين معانا في المجال الطبي والقانوني لكن خلنا في البداية نشوف هذا التقرير ونرجع موسيقى موسيقى سارة هي واحدة من اللي يترددون كل يوم وترك على مجمع السلمانية الطبي لغسيل الكلة بعد أن ابتلاها رب العباد بمرض في الكلية صغار وكبار يعيشون على غسيل الكلة ثلاث مرات في الأسبوع الغسلة الوحدة يطول فيها الشخص أربع ساعات يعني يضع من حياتهم 12 ساعة في الأسبوع تخيلوا لو حصلوا لهم متبرع بكلية شلون بتغير حياتهم؟ أكثر من 95% هي نسبة نجاح عملية زراعة الكلة في مجمع السلمانية الطبي 50% من المرضى اللي موجودين عندنا يصلحوا لزراعة الكلة ولكن للأسف لا يوجد متبرعين لهم للتقديم هذه الخدمات هذه الخدمة فيوجد حاليا 11 مريض عندهم متبرعين من الأقارب لزراعة الكلة لكن بالنسبة للواقعين ليس لهم متبرعين يقدموا لهم هذه الخدمة أو التبرع من الأقارب طبعا المريض بعد زراعة الكلة يقضي فترة قصيرة اللي يحتاج إلى رعاية طبية لصيقة ثم بعد ذلك بيستعيد طبيعة حياته الطبيعية يقوم بالعودة إلى عمله مرة أخرى يتزاوج تستمر الحياة الطبيعية مثله مثل أي إنسان عادي البحرين مشت على نمط دول العالم وسوت بنك للأعضاء اللي يتبرعون فيها الناس بس للأسف هالثقافة مبمن تشرف الديرة رغم أنه بتحيي كثير ناس وبتخلي حياتهم طبيعية بنك الأعضاء ينتظر المتبرعين وبيقوم بكل الجهود اللازمة لهالشي ولا منس في ديننا مقولة رب العباد ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا كل هذه الأسئلة اللي مساعة وجهتها لكم سنطرحها اليوم على المختصين معاننا في المجال الطبي والقانوني معاننا في الستيديو في فقراتنا الأسبوعية مثل ما عودناكم الدكتورة وفاء جناحي الأستاذ القانون المساعد بجامعة البحرين وضيفنا في المجال الطبي هو الدكتور علي العرادي رئيس قسم أمراض الكلا في وحدة المؤيد لمرضى الكلا بساكم الله بالخير بساكم الله بالخير بساكم الله بالخير حالكم الله معاننا دكتورة وفاء في البداية سؤال يتراود عند الجميع هل نقل الأعضاء مشروع دينيا؟ نعم طبعاً إحنا الأمانة تجاوزنا مرحلة المشكلة القانونية المثارة حول مشروعية نقل وزراعة الأعضاء البشرية لأن صدرت عندنا القوانين في دول مجلس تعاون خليجي منذ اللي هو الثمانينات والتسعينات طبعاً هذه القوانين ما صدرت بدون قرارات صادرة من هيئة كبار العلماء وقرارات عندنا من مجلس اللي هو الفقه الإسلامي طبعاً أول قانون أو خنقول أول دولة سباقة في نقل وزراعة الأعضاء البشرية هي المملكة العربية السعودية ويعني عندهم مركز مختص منذ الثمانينات قبلنا حتى طبعاً بعدها ابتدت الكويت في عام 1986 أصدرت اللي هو سبا وثمانينات أعتقد القانون بعدها اللي هو دولة عندنا الإمارات من ثم أمان صدر قرار وزاري وبعدها قطر وآخر شيء سنة 1998 صدر قانون اللي هو نقل وزراعة الأعضاء في مملكة البحرين طبعاً هذه القوانين أجازت بناء على اللي هو أراء الفقهاء الشرعيين أجازت نقل وزراعة الأعضاء من جسد شخص أما كان حي أو متوفي على حسب العضو اللي بينقل إلى شخص مريض بحاجة إلى نقل نقل عضو له وزراته في جسده طبعاً في معايير وضوابط جاء بها القانون من أجل أن نحن تحفظ الكرامة الإنسانية للمتبرع وأيضاً للمريض ومنع مسألة المتاجرة بالأعضاء البشرية فجاء القانون الأمانة بضوابط كثيرة طبعاً القانون صدر منذ التسعينات هل حدث تعديل إلى الآن؟ لم يحدث تعديل هل قانون؟ نرجع دكتورة حق التعديلات في القانون بس دعنا ننتقل بالسؤال حق ضيفنا الدكتور علي العرادي هل نتاج الوحدة المؤين هي نتاج لهذا القانون؟ ما هي طبيعة شغلك؟ ما هي الحالات التي تستقبلونها؟ ما هي الأعضاء التي تنقلونها؟ والله مثل ما شفتونها أولاً أهلاً نحن مشكورين على استطاقاتنا في هذه القادة الحلوة طبعاً مثل ما شفتون فالتقرير البسيط دقيقتين بس الناس اللي عندهم أهل في الغسيل نعم في وحدة اللي يتعالجون في وحدتنا يفهمون بالضبط ويقدرون يحسون بس الآلام يعني الجماعة اللي هناك قاعدين يغسلون طبعاً يعني مسكين مريض غسيل كله نعم نعم يلبس ويمشي عشان بس ما يحس انه يكون عب على عائلته وخاربه يروح يشتغل حتى الكبار في السن يعني شفتم مثلاً مريضة نسارة نعم معيشة روحة بطاقة الإيجابية فمريض الغسيل نسكين مهمة فعلاً صديق دكتور نحن عندنا زميل معنا في البرنامج يوجه له تحية والله يقاوم إن شاء الله لنا بالصحة والعافية يعاني من مرض فشل كلوي وقعد يعني يستخدم القسيل لحال وجود عضو ينقله وإحنا من شيء يعني انتمنى دكتور أنه فعلاً يعني هل تتقومون بعملية زراعة الكلا وبس الكلة ولا عندكم بعد زراعة أعضاء ثانية الزميل هو الأستاذ نزار قاومك بالسلام إن شاء الله من بدأ صدر القانون من منتصب التسعينات بدأ بقوة البرنامج زراعة العظام وتقريباً من خلال كل سنة كانت تزراعة تقريباً 15 حالة من أقارب والحمد لله لحد الآن معظمهم عايشين والمتبرعين في أفضل حال بس خفت بعد فترة خفت شوي بسبب توجه الناس إلى الخارج لماذا توجههم في الخارج؟ هم عندنا مركز يعني في البحرين والمريض عادة رحب يكون في وسط أهله بالضبط بسبب نقص الأعضاء يقدر الشخص يحصل عليها ما في متبرعين المتبرعين ومحتاجين بهذا عشان جديد أن نفعل برنامج زراعة العظام من المتوفين دماغياً نعم إلا حيث مثلاً دكتورة وفاة بتشرح لكم حسناً نعم وانا الدور القانوني وانا الدور الطبي نعم نقول من التسعينات جاء بنصوص جيدة تواكبة الظروف اللي كانت موجودة ذي تلحزة القانون جاء شامل نقل وزراعة العضاء البشرية ولم يقتصر على موضوع اللي هو الكلة أنا بس سؤالي اليوم ليش المركز فقط كلة نعم يعني احنا عندنا المركز السعودي لنقل وزراعة العضاء متكامل ينقل حتى القلب من المتوفين دماغياً دكتورة هو القانون ما حدد إذا بس الكلة ولا أي عضاء كل الأعضاء البشرية كل الأعضاء فالقانون موجود الآن دور وزارة الصحة تفعيل هذا القانون إلى الآن لم أجد لائحة تنفيذية لتفعيل وتنفيذ الموجود في القانون اللي جاء منذ التسعينات نعم الشيء الثاني القانون نعم أجاز التبرع بجميع الأعضاء أنا مقول جميع على حسب هل المتبرع اليوم شخص حي أو شخص متوفي لن يفرق العضاء دكتورة لو نقفيني عند المتبرع من هو المتبرع؟ صحيح المتبرع طبعا اليوم أي شخص كامل للأهلية يجوز للتبرع وفي ثقرة في القانون ما حدد السنة القانونية المتبرع على خلاف القوانين الثانية اللي حددت مثل اللي هو قانون دولة الكويت قال 18 سنة لما القانون البحرين ما يحدد السنة القانونية أنا برجع إلى الأهلية المدنية فبنقول 21 سنة مع أنه لو نزلنا إلى 18 سنة مثل تواكبا مع دولة الكويت ودولة قطر وعندنا أيضا مع اللي هو القرار الصادر قرار مجلس الوزراء مجلس اللي هو وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي أيضا هم أصدروا قانون موحد ليكون استرشادي للمشارعين عندنا أنهما يلجؤون لما يحطون القانون الوطني أو يعدلونه فحددوا سنة 18 سنة فليش أنا أخلي إلى 21 خاصة لما يكون في العائلة نفسها في شخص محتاج أن أخوي تبرع له بس أخوه صغير يعني بس العائلة حصر على العائلة المتبرع لا إحنا قانون نوائد ذين لأن على خلاف القانون المصري القانون المصري لازم المتبرع من الأهل نعم يعني درجة معينة من القرابة نعم إحنا لا يجوز يكون لأنه ما نعرفها كلنا أنا تخبرت على دكتور كنتم لا تعرفون أنه لا يجب أن يكون من الأهل معظم الناس لا تعرف لا نعرف بالطبع القانون لم يحدد درجة القرابة المتبرع ممكن أن يكون صديق ممكن أن يكون أي شخص سواء من الأهل أي درجة كانت من الأهل ما فرق القانون وهذا شيء ويت زين يعني أنا سويت بحث عنه عن أهلية المتبرع وغير أن القانون البحريني الجيد فيه أنه ما حدد أنه يجب أن يكون المتبرع أحد أقارب المريض فممكن يكون أي شخص طبعاً لما أنا ما حدد أنه يكون أي شخص بعدين متكلم أعتقل في هذه النقطة أنه ممكن أن أنا عشان أشجع المتبرعين اليوم يتبرعون وأشجع الأهالي اللي عندهم مرضى متوفين دماقياً أنهما يعني يدرون أن الشخص ميت ميت فأشجع من أن هما يتبرعون بالأعضاء البشرية فأقول لهم أن القانون لم يستلزم وجود القرابة فممكن هذا الشخص ينقذ آلاف المرضى الموجودين أنا بوقف نقطة ميت سريرياً عشان نوضح حق المشاهدين شنو ميت سريرياً يعني هل اللي في غيبوبة يعتبر ميت سريرياً دكتور أو من هو الميت سريرياً وشلون يقدر يخدم بالتبرع بأعضاء يعني هل رحنا اقتلقة الرحيم ولا شرح نسوي طبعاً فرق شاسع جداً الشخص اللي في غيبوبة هاي الشخص ممكن يسترد كل فعالية عضاء جسمه مثلاً يكون صادر لا سمح الله هبوط في الضغط وكل شيء يحتاج إلى تنفس صناعي وفترة استردع قوتها بعدين يرجع أعضاء الجسم مرتاني استردت قوتها بالعلاج طبعاً ممكن يرجع ولكن الميت دماغياً هو الشخص اللي فقد وظائف المخ تماماً نعم وطبعاً هاي مشكلة فترة التبرع مثلاً لو سمحت الظروف وهو اللي يعطل العملية نقدر خلا نقول لأنه يخضع إلى بروتوكول مفصل من زين لازم استشارياً على الأقل يكونوا مواقعين عليه وتكون التفاصيل مثلاً مثلاً يعني مثلاً نسوي فحوصات فحوصات على أجهزة للمخ منفصلة ونشوف ردة فعل المخ مثلاً مثلاً ما ينحط في نشوف حركة العين والله عنبوب نشوف ذا فيك حياني هالأشي وذا في أي جنوع مشك ينعاد من جديد نعم وغير أن تتين أخذ الإيجي له المخ رسم الكهربائي رسم الكهربائي له تخطيط المخ نعم نعم بعد هذا المخ مفصل بعدين نقدر نقول أن الشخص ميت دماغياً ويستطيع أن الأهل مثلاً يسمحون أنه يعني الأهل يعطوننا الموافقة دكتورة بالنقل الأعضاء من عدمه أقرب الأشخاص إلى الدرجة الثانية ممكن وإذا تساوهوا في نفس الدرجة فيجب أخذ رأي أقلبيتهم نعم دكتورة تكلمنا عن حالة حصلت في البابلكة العربية السعودية لشخص متوفى سريرياً وهذا الشخص الجميل في الموضوع أنه ميت سريرياً في السعودية وتبرع بكلية لشخصين في البحرية وشخص في السعودية كابدل لشخص في السعودية وكليتين لشخص الموضوع خليجينا واحد حتى في الأعضاء صحيح فهل فعلاً في تكامل على مستوى الخليج سواء من ناحية القانون أو من ناحية الطب يعني تبرع بالأعضاء نأخذها وشيء من شق قانوني دكتورة طبعاً مثل ما قلت لك في قرار صدر قرار مجلس الوزراء للدول المجلس العام الخليجي في 2006 وهذا القرار جعل المركز السعودي لنقل وزراءة الأعضاء هو المرجع لجميع المراكز الموجودة في دول الخليج العربي جميل أي واحد مثلاً حتى الدكتور يقول أن تعامل المركز السعودي اليوم لنقل وزراءة الأعضاء تعامل جداً راقي في مسألة اللي هو الاستجابة لمواضيع اللي هو نقل الأعضاء على طول يستجيبون ويعني ممكن يوفرون أعضاء يعني دكتور فيه أعضاء نغلات من السعودية للبحرين غير هذه الحالة في حالات بحرينية طبعاً بالنسبة لهذا الموضوع أحب أشيد يعني بدور المركز السعودي لزراعة الكلة يعني وعلى يعني ورئيسهم معالي الدكتور فيصل شاهين يعني خدم له يعني هو الدكتور فيصل مثال الرجل الناجح في مجاله وتخطى العقبات يعني يعني نحن والمملكة العربية السعودية نفس تقريباً يفرق بيننا جسر يعني نفس العادات والتقاليد نفس وقال لي علمنا طريقة لتخطى العقبات بحيث الآن يعني عندهم تفوق المئتين حالة نعم زراعة زراعة من متوفين دماغية نعم طبعاً نحن يعني سكاننا ما يتجاوز عددهم ما يتجاوز بس يعني لو عشرب الماء عندنا في السنة دكتور أنت فيونكم حالات يعني يعني مو بحالات مرضى يعني يطلبون العلاج حالات للتبرع يعني في البحرين شقدت الثقافة هذي موجودة هي الثقافة هي موجودة نعم بس للأسف ضعيفة شوي نعم نعم من أسباب كثيرة منها التوعية نعم مثل ما قلنا مريضنا شوي مهملنا وعن ما مثل ما شفتون يعني يعني شاعلين روحهم مثل ما نقول نعم فهي شي واحد وشي الثاني وهو يعني مثلا خلا نقول هو يعني أول شي أحبت كلنا معالي الوزيرة دكتور فايق الصالح وسعد الوكيلة دكتور عايشة جدا شخصيا هم نفسهم يعني مهتمين ملف زراع لأنه ملف مركزنا هو مركز البحريني لزراعة العضاء ما في مركز غير في البحرين يزرع العضاء غير مركزنا وطبعا صديقي الدكتور وليد مانح والوكيل المساعد والدكتور جاسم رئيس لطباء هم منسقين في الأرض حاليا عشان نبدأ من جديد البرنامج ونقوم أمشي نواجه التحديات من الحين عشان ده بدأ ما يوقف أتوقعنا أول العقبات هي وضع لائحة قانونية بالضبط ونضبط لواحة قانونية دكتور رفا محتاجين هذا المهم جدا وأيضا يعني مشكلة نفس ما قلنا قسم مركز البحرين لزراعات العضاء محتاج أيضا مثل ما يقول امتيازات نعم أطباء في القسم مثل ما قلنا عدنا فوق لربعمائة مريض يخضع لعمليات الغسيل إينات ما تحتاجون للمتيازات يعني مثلا تفرغ كامل نعم مثلا مثلا الشخص أنت مثل ما شفت يعني 400 مريض يبليم رعاية نعم يبليم رعاية 24 ساعة مشكلة مرضان أننا نقصرين وياهم ما نقدر عددكم غير كافي عددنا غير كافي أطباء منحكين نعم بها السبب مثلا فإذا صار شيء يصبح صعوبة أن الناس تدشح المجال يحصل كوادر توجيه التعليم اليوم مهم في مجال حساس مثل هذا نعم 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 ممرضات متخصصين بس في مسألة يعني مو يراكبون في العيادات مثلا في الأجنحة ويسوونها كالشي ثانوي بعد نفس الشي هلأش قاعد تدرس مقابل الوزارة وإن شاء الله يعني دكتور تكتف الكويت من فترة لحضور المؤتمر الثالث لزراعة ونقل الأعضاء لو تكلمنا عن أهم التوصيات على مستوى خليجي اللي اطلعت فيها هذه المؤتمر طبعا هو المؤتمر المؤتمر الثالث اللي قم في الكويت يعني كان منظم فيه زميلي الدكتور تركي الأتيبي وهم أيضا من الداعمين لبرنامجنا البحريني في حالات الكويت سوتها لانتشدي بس بدون أي مقابل نعم دكتور يعني عفوا يعني بس حنا عندنا لأنه وقتنا يجبو بي شوي على نهاية الحلقة نبي نحنا نطلع نشجع الناس على أن موضوع ثقافة التبرع بالأعضب بالضبط وهاي طلعت التوصيات للمجلس الصحة لدول المجلس التعاون اللجناتنا منبثقة منها في المؤتمر بعد وتوصيات تقوم تعرض على وزارة الصحة الخليجيين إن شاء الله إن شاء الله نحن نأمل أنه فعلا يكون فيه وعي يرتفع سقف الوعي عند المواطنين الخليجيين بأهمية التبرع وأنه هذا الشيء مثل ما قالت الدكتورة قانونيا جائز وشرعان جائز دكتورة ننتقل حق أهم التوصيات التي طلعت فيها من دراستك القانونية التي كانت عن أهليات المتبرع وحقها في الحصول على مكافأة في مجال نقل وزراعة الأعضاء هذه دراستك المقارنة التي سويتها على مجال دول مجلس التعاون هل تحسين أن هناك فيه وعي فعلا من قبل المواطنين بالتبرع وشون نقدر نحفهم على التبرع صحيح طبعا أنا أول شيء أوصي بتوحيد قوانين دول مجلس التعاون في مسألة نقل وزراعة الأعضاء أساس تكون الأمور أكثر مرونة وسهولة في التعامل في التعريفات اليوم في دولة الإمارات العربية المتحدة صدر القانون في عام 93 وصدرت اللائحة التنفيذية في 2010 يعني حتى لو كان أقفل المشرع أو أقفلت الوزارة بإصدار لاحفق يعني أن يصدر خيرا من أن لا يصدر فأحنا بعد نقول حق يعني وزارة الصحة يجب أن تكون هناك لائحة التنفيذية تعرف الوفاء لأن ما في تعريف للوفاء في اللي هو القانون فبالتالي نريد نرسم حدودة أساسي أن الطبيب في عمله أيضا عندنا اعتماد سن قانوني معين لأهلية المتبرع وهناك حالات ممكن نسماح فيها للقاصر أنه يتبرع بالخلايا الجذعية دون ما فيها ضرر على صحته وهذا شيء موجود في دورة قطر عندك المكافأة اللي فعلا الفتاة نظري في الدراسة هل التحفيز عن طريقة المكافأة لأسيما نحن مجتمعات إسلامية يعني الهبة والعطاء لجزء أصيل من ديانتنا من ثقافتنا صحيح طبعا القانون منع المتاجر بالأعضاء البشرية والبيع والشراء لكن أنا قصدي بالمكافأة أن اليوم لما المتبرع لأشجع المتبرعين أنهم يتبرعون لابد أن أعطيه مزايا شين هذه المزايا؟ المكافأة هي عبارة عن تأمين مدى الحياة على صحته يستاهل طبعا تأمين مو من قبل المريض لأن لو أنا المريض تعامل مع المتبرع أنا كأني قاعدة أقول أنه في معاملة مدنية فأنا أبعد المريض لأنه ساعات المريض لا يعرف من هو المتبرع شي صير أعجبني نص في القانون القطري اللي تم تعديله في 2015 يعني القانون في دولة قطر صدر في عام اللي هو سبعة وتسعين قبل نفسنا وتبدل الحين في 2015 يوب نصح له وقال أن المجلس الأعلى للصحة ممكن يعطي ميدالية إيثار للمتبرع أو لأهله في حال كان هو ميت يعني احتفظون فيها اثنين يعطي مزايا اللي هي تأمينية وعلاجية للمتبرع وممكن يقطي مسألة أيضا اللي هو مسألة الدفان وقيرة ومصاريف التعزية وكلها هاي كلها أشياء تشجيعية تخلي الشخص ممكن اليوم ما تدخل إنها كانها مقابل يعني لا أبد لا ما تدخل مقابل لأنه هي شوف القانون قال إذا كان الشخص قال أنا بتبرع إذا عطيتوني نعم لما يقول الشخص أنا بتبرع عطيتوني ولا ما عطيتوني صار التبرع بدون مقابل مكافأة 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 نعم نعم نحن نحن نسول فائد في الموضوع ويحتاج إلى وقت بسام أنا عندي سؤال صج أبي النص تسفيد منه هو ما هو إذا كان هناك شخص الآن صار عنده الرغبة عقب كلامنا نحن قلناه وصارت عنده الرغبة بأنه يتبرع شنو هي الآلية يعني بس نقطة سريعة نعم يعني في السي بي آر البطاقة الشخصية يجب أن يوضع اليوم أنت تابت تتبرع بعد الوفاة ولا لا وشنو تابت تتبرع فيه كلا كبد قلب فإذا حدد الشخص من اليوم مثلا حتى لو كان قاصر إذا حدد في البطاقة الشخصية لأن التبرع رح يصير بعد الوفاة نعم فكأنه يعني تصرف مضاف إلى ما بعد الموت ما فيما يضرع علي على حياته ولا صحته صح فليش مبكل شخص اليوم في السي بي آر ما لم يوجود هذا الشيء ودولة قطر اعتمدت نظام الذي هو يعني دكتور عندكم نظام للتبرع حين إذا في أي شخص قال أنا جاد وجاز ومبيع تبرع بما أن نتبرع من خارج العائلة مجاز فشنون هي الضرع والله في 2014 جمعنا تواقق وانتي بس نفس الشيء نبي آلية تحدد على سي بي آر أو شيوه شعني شعني في السيستم بس بيذكركم من اليوم كل العالمين إن شاء الله شهر مارس عشر مارس بيكون عنوان عن السمنة وتأثير على كله إن شاء الله إن شاء الله في النهاية في النهاية نشكركم وهذه جهودكم إن شاء الله أنها تنصب في النهاية إلى تحقيق يعني وتفعيل هذا القانون أكثر وكذلك تحديد نظام ممتيازات لمركز الكلة في النهاية نشكركم الدكتورة وفاء جناحي أستاذ القانون المساعدة جامعة البحرين شكرا لك وكذلك الدكتور علي عراضي رئيس قسم أمراض الكلة وحدة المؤيد لمرضة الكلة شكرا لك شكرا مشاهدينا انتهت حلقاتنا اليوم نشوفكم لسبوع اليوم إن شاء الله تصبعون على خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة